موسيقى استمرارا لتنفيذ توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بتعزيز كافة اوجه الدعم للاشقاء الليبيين في اعقاب الاعصار المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الايام الماضية وصلت حاملة المروحيات المصرية طراز مسترال جمال عبدالناصر تفريغ حمولتها من الحاويات التي تحتوي على اطنان من الحصص الغذائية والمواد الاغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الاشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة وعلى الله نشكر اخوتنا المصرية على المساعدات ختم الشعب الليبي هي الكارثة اللي مأسوية رسالة في مدينة دارنا بارك الله فيهم نشكرهم على المجهودات اللي قاموا بيها بحث الاغاثة الانسانية للشعب الليبي بسم الله من شاء الله تبارك الله أنا اتبهرت حاجة شرف بقد يعني فيه مشتشفيات تبع القوت المسلحة فيه سيرات اسعاف فيه معدات أنا طبعا أنا معيك الساحة محملنا معدات كتير ونودوها نطلع بها دارنا كله كله عام المجهود قبار بصراحة يعني امكانيات رهيبة الله يكبر عليهم وربنا يحميهم حاجة تفرح حاجة حاجة تشرح القلب بصراحة شكرا اخوتنا المصرية على المجهودات الذي ساعدونا بين وساعدوا مدينة دارنا ومدن المنكوبة نشكرهم شكرا جزيلا وان شاء الله ربي يحفاظهم وان شاء الله ربي يدوم المحبة بين الدول ومصر وليبيا واحدة شعار والله مصر بالنسبة لمصر والله ما قسرت بمساعدات مساعدات جنة بر وبحار وجو يعني ما قسرتش مصر صراحة الحق مصر صاحبة واجب من قديم الزمان طبعا نقوله تحية مصر تحية مصر طبعا منذ اليوم الاول جمهورية مستعربية قدمت مساعدات للمدن المنكوبة في ليبيا في شرق ليبيا ونحن هذا اليوم استدعونا القاعدة البحرية الضبرق لوصول باقرة مصرية في بعض المساعدات وكذلك في مستشفى ميداني نحن بالجانب الضبي الميداني قبل الضباء هم على أوبة الاستعداد لكي يتم مساعدة درنا وإنقاذ الحالات لمندرنا نحن في داخل مركز الضبرق الضبي يوجد عندنا ما يقارب على 22 حالة ممكن حيتم إخلاق بعض الحالات من هذه الحالات إلى هذه البارجة كما استقبلت مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عدداً من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم صعب نصف لك يعني شيء 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 مرعب شيء واخم شيء الكلمات ما تقدرش توصها بصراحة قلت لهم الشباب يعني قلت لهم على رأسي من فوق والله يعني نشكر كل حد علجني وكل حد ديني بس هنا بالنسبة لي أنا والله حسيت براحة نفسية الحمد لله يعني بدأت نربط بديت يعني حق راسي نغمض عيني نربط حاس باهتمام مش طبيعي والله يعني حتى لو أنا بين أهلي مش حنت عامل المعاملة والله يعني نخجل منها أصبحت نخجل منها سبحان الله يعني كأنك حاسن نفسي في مصر مصر هي رأي في الروح كما وصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية بهودها في انتشال القثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة وترحم على الشهداء في هذا الحدث الذي هزى مع أخوات الدول العربية الشقيقة ودعمهم بالمال والرجال ما أدى هذه الرحمة بيننا وأن شعب مصري وشعب ليبي شعب أخوها شقاء ونشكل دعم الشعب المصري وجيش الشعب المصري على مساهمتهم وأنتنا في هذه المثنة وصل الله عنه وفق الجميع وستمروا على وحدتنا والحمد لله نشكر الحكومة الليبية والحكومة المصرية اللي شرفتنا هنا وسعفتنا وسعفت الناس كلها وناقص الناس من تحت الأنقاذ فيما استقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة قرب مدينة درنة عددا من المواطنين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات الطائخ بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة